خلونا نبدأ بقى الحلقة بعد المقدمة المهمة اللي كان لازم منها بالشكل ده ونشوف فيديو عبور سفينة حربية إسرائيلية داخل قناة السويس فيديو يا جماعة ده الفيديو وده علم إسرائيل جوه قناة السويس لو وقفنا الصورة هنا لو سمحتوا أيوة دول عساكر وزباط إسرائيليين لا لا اللي بعد ليه الفريم اللي بعد ده أنا عايز الصورة اللي قربت على الكروب بتاع السفينة آه دول يا جماعة دول عساكر وزباط إسرائيليين بيطلعوا لك لسنهم بالمناسبة اللي في المركب دول هم اللي ربوا خنزير السيسي لأنه خنزير السيسي مستحيل كانوا يطلعوا بهذا القدر من الخنزرة من غير ما يبقوا رباية إسرائيل رباية الأشكال اللي عسا فينا فالأشكال دي لو أنت متضايق منهم فما تقلقش عندك في مصر كتير منهم هتلاقوهم موجودين على السوشيال ميديا وموجودين في الإنتاج الإعلامي وكبرهم موجود في أصل الاتحادين فالشكل اللي حضرتك شايفوا ده دول ألابسين لبس عسكري إسرائيل لكن أنت في مصر في مجموعة زيهم بالضبط لبسين اللبس المصري العادي عادي مدنيين وأسماءهم شبه أسمائك مش شبه اسمهم ديفيد ولا أرييل ولا يئير ولا الكلام ده خالص لا لا خالص هتلاقيهم أسماءهم شبه أسمائك عادي جدا لكن هما تربية إسرائيل تربية الأشكال اللي على السفينة اللي انت شايفها اللي راحين يرتكبوا الإبادة الجماعية طيب إيه اللي فجر الموضوع مجموعة أو مؤسسة من مؤسسات خنزير السيسي بيقودها مجموعة من هؤلاء اسمها هيئة قناة السويس طلع ببيان مبارح تعالوا نشوف جزء من البيان طيب قناة السويس تلتزم بتطبيق اتفاقات القسطنطينية ردا على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي تؤكد هيئة قناة السويس التزمها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة خايفين يقولوا سفينة إسرائيلية وذلك اتصاقا مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحر في العالم وتوضح هيئة قناة السويس أن عبور السفن الحربية للقناة يخضع لإجراءات خاصة جدير بالإشارة أن اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام 1888 رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي والتي عبرت عنها الاتفاقية في مدتها الأولى بالنص على أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو وقت السلم لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها هيئة قناة السويس نشرت البياندا مبارح الناس بدأت تقول يا جماعة هو إيه اللي بيحصل؟ هو السفينة اللي في اسكندرية الفضيحة بتاعت السفينة بتاعت السلاح الإسرائيلي عدت من القناة بدأت تجيلنا صور مبارح بالليل وتنتشر بعض الصور والفيديوهات للسفينة الإسرائيلية جوه قناة السويس فهيئة القناة قالت نسبق قبل ما يتكلموا فنقول لهم بقى القسطنطينية والكلام ده طيب أنا الحقيقة عندي مفاجأة لهيئة قناة السويس ولخنازير السيسي فيما يتعلق باتفاقية القسطنطينية وفيما يتعلق بأن مصر يا حبيبي يا حبة عيني مجبرة إنها تعدي السفينة أصلي مش هندخل في صراع أصلي العقوبات لا بالورقة والألم وبالاتفاقية وبالمواد وبكل حاجة هنتعرف مع بعض النهاردة إزاي مصر كان ممكن تمنع السفينة دي إنها تعدي لكن تعالوا نسمع أسكر أفضل فيديو في 2024 هذه السيدة المصرية التي صرخت صرخة من قلبها موجهة للجميع لمن كانوا على السفينة ومن سمحوا بعبور السفينة ومن برروا عبور السفينة لمن كانوا على السفينة في المجموعة التي أسميناها خنازير السيسي عندما قالت هذه السيدة ما سنسمعه في هذا الفيديو شايف الناس دي؟ الناس دول الفيديو ده التلاتين سانية دول بيثبتوا لحضراتكو حاجة مهمة قوي إن الشعب المصري لسه صاحي إن الشعب المصري لسه واعي إن كبير الخنازير ومجموعة الخنازير بتاعته سبيانه خنازير السيسي ما أثروش في الناس دي لا تبريراتهم بتقنع الناس دي ولا كلامهم الفارغ ولا مبطحهم ولا خيانتهم ولا أي حاجة أنا في الصوت اللي قدرت أفسره الله يخرب بيتك يا كذا يا سيسي هي السفينة دي رايحة فلسطين ولا رايحة فين يا ولاد الكالب أدي علم مصر جنب علم إسرائيل الناس بتعبر عن اللي المية وستة مليون حسين بيه غصبا عنك يا جماعة اصرفوا مليارات عشان تغيروا مشاعر الشعب المصري تجاه العدو الاستراتيجي ليه مش هيحصل اصرفوا مليارات عشان تخنزروا الناس كلها مش هيحصل اصرفوا مليارات عشان تغيروا بصلة الناس وهويتها وهواها نحية فلسطين مش هيحصل مش هتعرفوا انتوا بتقمعوا الناس لفترة من الزمن انتوا قادرين تسيطروا على الناس وتخوفوهم لفترة من الزمن لكن مش لكل الزمن ولا لطول الزمن مش هيحصل اللحظات اللي زي دي أنا متأكد إنها مش بتدرس بس دلوقتي في المخابرات العامة المصرية ولا عند كبير الخنازير إطلاقا الفيديو ده بيدرس هناك في إسرائيل بيترجموا عبارة الستة وهي بتقول تفو عليك وعاللي جابكو للناس اللي كانوا على المركب وبيقولوا إيه الغلط اللي عملناه ليه المصريين بعد 11 سنة من السيسي أول ما شافوا سفينة إسرائيلية تفو عليها ليه الستة اللي قالت يا أولاد الكلب تقصد مين تقصد العساكر الإسرائيليين ولا تقصد السيسي الفيديو ده هتعمله تحليل مضمون ليه مش عشان الشتيمة اللي فيه إطلاقا عشان مشاعر الشعب المصري مين اللي لسه موصل المصريين لده مين الجهة أو الفئة أو الإعلام أو الناس أو أيا كان سوشيال ميديا اللي لسه محافظة على مشاعر الشعب المصري على وجدان الشعب المصري على ضمير الشعب المصري مين يا جماعة أنا أسيب لحضراتكم الرد أنا مش هقول 11 سنة 11 سنة وهم بيحاولوا يخنذروا الشعب المصري بيحاولوا يحولوهم كلهم لمجموعة من الخنازير الفيديو ده بيهد المعبد على دماغهم بيقول لهم أن انتو مجموعة قليلة جدا 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 معدودة على الأصابع ما تتقلعش من رجل موجودين في مدينة الإنتاج الإعلامي وسدق اللي سماها حضيرة الخنازير انتو ملمومين هناك ومعاكو كام خنزير طلقينهم على السوشيال ميديا بس ده وزنكو بملياراتكو بمؤسساتكو بفلوسكو بأجهزتكو بكل اللي بتعملوه بأنظمة التجسس اللي بتعملوها بمنعوكو للمظاهرات باعتقالكو للناس بتخوفكو للناس بخدكو في أعراض الناس بتهددكو للناس بالقتل بكل اللي بتعملوه التلاتين سنية دول بيهدوا المعبد على دماغكم وبيقولو لكم أن الشعب المصري دي ما شعره وأن الشعب المصري شايفكو كده وشايف الأعداء اللي هناك كده وفي كل لحظة هتيجي للشعب المصري فرصة أنه يعبر مش هتكون أقل من اللي سمعتوه يا أولاد الكلب واتفوه عليكو والله يخرب بيتك أسيسي ليه؟ لأن دي فطرة المصريين مصر يعني فلسطين مصر يعني بلد كبيرة يعني قيمة كبيرة يعني بنحافظ على أرضنا وحدودنا وبنحافظ على أخواتنا يعني اللي بيمس أخواتنا بنأكله بسناننا إنما الخنزير خنزير السيسي بيقولك إيه؟ لأ منتوا اللي عملتوا من سنة شربوه إحنا مالنا إحنا نيجي وراكو ليه؟ تيجي ورا أنت خنزير لأنك خنزير مش هتروح وراه إنت بتمشي ورا العيال اللي كانوا على المركب الإسرائيليين لأنك رباية إسرائيل إنتوا تربيت إسرائيل يا جماعة كل التحية والتقدير لكل واحد وواحدة كانوا وقفين بيشوفوا المشهد ده وعبروا عن مشاعرهم بالشكل اللي اسمعنا لأن مشاعرهم دي بتعكس مشاعر ملايين الشعب المصري إن لم يكن غالبية الشعب المصري إن لم يكن الشعب المصري كله ما عدا فتات مجموعة كده قليلة معدودة على الأصابع زي ما قلت هي خنزير السيسي طيب تعالوا بقى لي المفاجأة بهدوء خالص كده اتفاقية القسطنطينية إيه اتفاقية القسطنطينية عبارة عن إيه وإيه المواد بتاعتها وهل مصر كانت قادرة إنها ما تعديش السفينة ولا لا طيب اتفاقية القسطنطينية هيئة قناة سويس بتتذرع بيها هي اتفاقية معمولة سنة 1888 كانت ما بين الدولة العثمانية من جهة المملكة المتحدة من جهة الإمبراطورية الألمانية من جهة الإمبراطورية المجارية النمساوية من جهة الإمبراطورية الروسية من جهة وأسبانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا دول كانوا أطراف الاتفاقية تضمنت الاتفاقية 17 مادة أبرز المواد كانت المادة الأولى والمادة العشرة المادة الأولى اللي قناة السويس اتكلمت عنها وقالت إن الممر حيادي وإن مصر بتدير الممر بشكل شكلي شكليا لكن المادة العشرة أتاحت لمصر إنها تقدر تمنع مرور سفن حربية من قناة السويس في بعض الحالات أيوه تعالوا بقى نشوف إيه الحالات اللي مصر ممكن تمنع فيها مرور السفينة بتاعت مبارح أول حالة إن تكون السفينة دي تابعة لدولة في حالة حرب مباشرة مع مصر طيب هتقول لي ما إحنا ما فيش بيننا وبين إسرائيل دلوقتي حرب مباشرة هرد عليك أيها الخنزير حاضر وهوضح لك دي أو إن السفينة تحمل بعض المواد الخطر أو إن السفينة تهدد أمن وسلامة القناة أو أمن وسلامة مصر أو أيوه البند الأخير ده أن تمثل السفينة تهديدا مباشرا على الأمن القومي المصري يعني إيه؟ يعني لو السفينة دي بتهدد أمنك القومي فأنت من حقك كمصر وفقا لاتفاقية القسطنطينية يا حبيبي اللي أنت بتتذرع بيها إنك تقول للسفينة دي والله شكرا يا جماعة مش هتعد الله طيب وإيه السفينة دي؟ هتهدد أمننا القومي المصري فين؟ آه لو أنت من المواطنين المصريين اللي كانوا وقفين في الفيديو وبيتكلموا بالمشاعر دي أو من غالبية الشعب المصري المتفق معاهم فالكلام ده ليك أما لو أنت من خنزير السيسي فتسمع الفقرة دي وإنت ساكت غارق في الوحل اللي سيدك كبير الخنزرة رميهولك وتقعد تسمع الفقرة دي وتستفيد وتتعلم منها وبعدين تغرق فيه القذارة اللي أنت فيها تاني الفقرة دي مش ليك اللي زيك إحنا بنتقنعوش بحاجة اللي زيك بيتضرب بالجزمة بس وبيقول كمان ليه؟ لأنه خنزير جيل ده تخين مش حاسس بالإهانة أصلا طيب لو أن إسرائيل انتهكت اتفاقية كام ديفيد اتفاقية السلام وتجاوزت محور فلاديلفيا وتعدت عليه ثم سيطرت على معبر رفح ثم القادة بتوعها بيهدده سيناء وبيهدده أمنك القومي وإسرائيل موجودة على حدودك بحكومة يمينية متطرفة فبما أن إذن إسرائيل تهدد الأمن القومي المصري وبناء عليه مصر لديها الحق وفقا للمادة العاشرة من اتفاقات القسطنطينية أن ترفض عبور السفينة العسكرية الإسرائيلية لأنه زي ما قلت لك إسرائيل انتهكت اتفاقية السلام إسرائيل احتلت محور فلاديلفيا إسرائيل سيطرت على معبر رفح بعض القادة الإسرائيليين بيتكلموا عن أطماع في سيناء عايزين يهجروا الفلسطينيين لسيناء بيرتكبوا جرائم إبادة جماعية مستمرة على حدودك الشرقية على بعد أمطار من بوابة معبر رفح فأنت يا عزيزي تقدر تعمل ده تقدر لكن أنت لا عندك إرادة ولا عندك رغبة ليه؟ أنا مش عايزة أكرر اللفظ كتير لكن أنا آسف الحلقة دي لازم أفضل أكرره لأنه سيء الذكر هو كبير الخنزير في مصر يعني قولاً واحداً لو في رئيس عنده إرادة ورغبة أنه يمنع هذه السفينة وفقاً لنفس الاتفاقية اللي قناة السويس كلمت عنها فعنده بند يتحلو أنه يمنع هذه السفينة ويجبر إسرائيل كمان فكريم زمان في سبع مايو اللي فات لما كنت أعب بتكلم عن أوراق القوة اللي عندنا أه بالظبط كده طيب هل قناة السويس بموجب اتفاقية القسطنطينية دي أغلقت قبل كده أو اتمنع عبور سفن حربية فيها الحقيقة أنه في شهر أغسطس 1914 لما بدأت الحرب العالمية الأولى بريطانيا اعتبرت مصر محمية بريطانية هي بريطانيا محتلة مصر اعتبرتها محمية بريطانية وقررت بريطانيا منع بعض السفن من العبور داخل قناة السويس وكان السبب إيه كان السبب إيه حماية مصالح بريطانيا وأمن القناة في هذه المرحلة الله يعني السفن بتتمنعه طيب هتقول لي دي بريطانيا ده احتلال إحنا ملناش دعم طيب هل مصر نفسها منعت قبل كده عبور السفن الإسرائيلية الحقيقة الفترة من 1948 من وقت إعلان هذا الكيان لحد اتفاقية كام بديفيد في 79 مرورا بالعدوان الثلاثي ونكسة 67 كانت مصر تتعامل مع إسرائيل أنها عدو مباشر وتمنع مرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس لحد ما وقعت اتفاقية السلام كام بديفيد 79 فانت عملت ده قبل كده انت عملت ده قبل كده بمجاب الاتفاقية بمجاب الاتفاقية إسرائيل الحقيقة كانت أزكى منك لما جات توقع على اتفاقية السلام كام بديفيد أضافت أو أصرت على كتابة المادة الخامسة من هذه الاتفاقية واللي بتقول إيه المادة الخامسة تخيل المادة الخامسة دي ليه علاقة باتفاقية القسطنطينية عشان نوصل لمشهد مبارح تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة الكلام قدام حضرتك والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بإيه؟ بحق المرور الحر في قناة السويس وما داخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية عام 1888 المطبقة على جميع الدول فإسرائيل كانت عارفة أنها توصل لده وكملت في المادة الخامسة من اتفاقية كام بديفيد يعامل رعاية إسرائيل وسفنها وشحناتها والأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة عشان كده شفنا البهوات لبسين اللبس العسكري الإسرائيلي ووقفين بيتشمسوا في السفينة وشافين المصريين بيقولهم يا أولاد الكلب من الجهة التانية ليه؟ لأنه الكلام ده واضح في اتفاقية القسطنطينية اللي مصر ما فعلتش المادة العشرة منها أو جزء منها ومنعتها لأن إسرائيل بتهدد الأمن القومي المصري طيب أنت بتتكلم على اتفاقية من قديم الأزل من أيام ما كان فيه استعمار وانت تبع الخلافة العثمانية كويس؟ وبتعتند بدا دلوقتي وفخور بي جدا جميل أوي يبقى احنا يا جماعة قدام نظام بيحترم المواثيق الدولية صح كده؟ احنا قدام نظام بيحترم العهود قدام نظام بيقول أنا عندي اتفاقية الله أنا ما قدرش أعمل حاجة طيب جميل أوي حلو خلصنا القسطنطينية وقلنا لك أن انت تقدر تعمل تعال بقى ما قول لك على حاجتين كمان انت ممكن تعملهم وما عملتهم مش استنادا لمثاق الأمم المتحدة اللي مصر موقع عليه مصر تستطيع اغلاق القناة في وجه السفن العسكرية الإسرائيلية وتستطيع الطلب من مجلس الأمن التصويت على قرار كهذا هتقول لي انت جايب الكلام ده منين؟ هقول لي حضرتك تبقى ان المادة 41 في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتوضح أدوات التعامل مع أي عدوان من دولة على دولة أخرى فأنت الدولة اللي في النص فبتقول يا جماعة الدولة دي بتعتدي على الدولة دي أنا مش هفتح حدودي البحرية للدولة دي لي يا باشا؟ لأن المادة 41 في الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة بتقول الآتي لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته نركز بقى في الجزء الجاي وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أيوة أن يكون من بينها أيوة وقف الصلاة الاقتصادية وإيه كمان؟ والمواصلات الحديدية وإيه كمان؟ والبحرية الله يعني قناة السويس يعني والجوية والبريدية والبرقية والنسلكية وغيرها من وسائل المواصلات ومجلس الأمن المفروض يعمل ده المفروض مجلس الأمن يعمل ده ويتكلم على الموضوع ده هتقول لي طبق سامة معلش يعني مجلس أمن إيه ما انت شايف من 7 أكتوبر إيه اللي حصل هقولك على عيني أنا بس بقول لحضرتك أن فيه مخارج قانونية ومواثيق دولية تخلي مصر تتحرك لكنها ما تحركتش ليه؟ لأن لا عندها إرادة ولا عندها رغبة لأن إحنا بنتكلم على خنازير السيسي وكبيرهم الذي علمهم الخنزرة الصورة واضحة يا جماعة ما حدش يضحك علينا إحنا في 2024 شوية دحس صغير قد كده تعرف تجيب كل المواثيق الدولية وكل العهود وكل الاتفاقيات طب إنت لو إنت موقع على ميثاق الأمم المتحدة ما روحتش ليه المجلس الأمن تقول لنا مش هقدر أعدي سفن عسكرية دورها يروح يقتلوا الفلسطينيين وبيهددوا الأمن القومي لأن إنت عايزهم يقتلوا الفلسطينيين لأن إنت ما عندكش مشكلة أن هم يعملوا ده لأن إنت سعيد باللي هم بيعملوه لأن إنت مبارك اللي هم بيعملوه لأن إنت مبسوط باللي هم بيعملوه النظام المصري المفترض أنه هو يتخذ بعض الإجراءات لوقف العدوان مش كده؟ طيب إليك المفاجأة التالتة مصري يا عزيزي موقعه سنة 1950 على اتفاقية اسمها اتفاقية الدفاع العربي المشترك واللي بتنص على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة في الدفاع عن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية حال تعرضها لأي عدوان مين الدول الموقعة؟ ها تخيل لبنان وسوريا واليمن ايه تاني؟ لبنان إسرائيل بتعتدي عليها سوريا إسرائيل بتعتدي عليها اليمن إسرائيل بتعتدي عليها طب ما تفعل اتفاقية الدفاع العربي المشترك معلش أنا آسف يعني أنت دولة ونظام جميل جدا بيحترم كل العهود والمواثيق الدولية ما أنت عندك اتفاقية الدفاع مشترك ما اسمعتش عنها؟ ما تفعل أول بند فيها ما تقول لا لإسرائيل مش هتعدي المركب دي لأنك راح تعتدي علي لبنان وعلى اليمن وعلى سوريا وأنا بيني وبينهم اتفاقيات انت بتحرجني أنا مش هعدي السفينة بتاعتك ليه؟ لأنه لا في إرادة ولا في رغبة ولأنه كبيرهم الذي علمهم الخنزرة هو وصبيانه من خنزير السيسي هم مرحبين بده ما عندهمش مشكلة في ده هم سعداء باللي بيحصل الجماعة خلينا نروح ليه؟ خيانات سيء الذكر عشان وحضرتك بتكتب على هاشتاغ خنزير السيسي تكون عارف كويس كل واحد دافع عن الخيانات اللي أنقلها دلوقتي الحقيقة لازم اسمه يبدروس والكلام ده من وحي بوست ليه؟ الأستاذ تقريبا حسن عادل على ما أتذكر اسمه على الفيسبوك كان عامل تجميع لطيفة جدا وأعاد الزملاء في فريق الإعداد صياغتها بشكل أو بآخر خيانات سيء الذكر جار السوق عبدالفتاح سعيد خليل السيسي زعيم خنزير السيسي أول حاجة هدم وإغراق الأنفاق الراجل راح هدم وغرأ كامل الأنفاق اللي كانت تعتبر شريان أساسي لأهل غزة هجر أهالي وسكان رفح وتأكد من إغلاق كل الأنفاق لمنع مساعدة أهالي القطاع اعتقل الكثير من المصريين اللي عبروا عن رفضهم لما يحدث في غزة وتظاهروا في شوارع مصر تضامن مع القطاع راح راه النفس وقراره السيادي للإمارات والسعودية عن طريق الديون وأصبح لا يملك من أمره شيء راح خلى مصر تحت يعني رحمة إسرائيل في موضوع الغاز اللي بقت تقريبا إسرائيل بتوفر خمس الغاز المصري أو أكتر شوية طلع إبراهيم العرجاني يلم دولارات ومليارات الدولارات على حساب دماء أهل غزة بينسق أمنيا مع إسرائيل بيودي لهم سفن ودلوقتي كمان بيعدي سفن حربية إلى قناة السويس دي كانت حكاية خنازير السيسي دي حكاية خنازير السيسي وكبرهم اللي حصل مبارح يا جماعة لا يمكن بحال أن يتم تبريره أو التعاطي معه وكأن إحنا بنتكلم أن السيسي ليه خد القرد دا؟ دا مش قرد دا مش قرد دا كرامة مصر وتاريخ مصر ودور مصر دي مشاعر الشعب المصري ووجدانه وضميره ووطنيته ولا يمكن بحال لأي حد أنه يعبث بكل اللي أنا قلته دا لأن دي مسلمات وثوابت في الهوية الوطنية المصرية لا عبد الفتاح السيسي ولا خنازيره يقدروا أنه هما يغيروا أو يحركوا أو يهزوا شعره عند الشعب المصري في قصة هويته الوطنية ومشاعره الوضحة جدا تجاه إسرائيل وتجاه الأراضي الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر